السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس نكمل مع بعض إن شاء الله هذا الفيديو قصير يكون فقط للمعاني الجديدة والأفكار الرئيسية للنص الحسين بن طلال وهواية الطيران المعاني الجديدة أشق أي أصعب الأزمات أي الأوقات الصعبة تتلاشى أي تذهب بلا عودة شغوف أي الحب الشديد تلازمه تصاحبه تثير تلفت ملحة أي شديدة تتبدد تتفرق مولعا به أي متعلقا به إذ كان جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال مولعا بالطيران أي أنه كان متعلقا بالطيران خلونا نشوف الأفكار الرئيسية لهذا النص أولا حب الملك الحسين للطيران والتصوير الفوتوغرافي وهذه هي الهوايتين التي لتاني كان جلالة المغفور له الحسين بن طلال شغوفا بهما ثانيا يتحدث هذا النص عن الطيران أنه كيف ينسي الملك همومه وأعماله الشاقة وأنه عندما يصعد إلى الطائرة تتلاشى همومه وإذ ما حلق في الجو تتبدد من ذهني كل المشقات العمل التي تكون متلازمة وتصاحبه في كل أوقاته أيضا يتحدث لنا النص عن الطيران كيف هو بنظر صاحب الجلالة المغفور له الحسين بن طلال رمز للحرية وبعد ذلك الطيران وسيلة للخلاص من حقائق العالم الواقعية وهو التحرر من حقائق العالم الواقعية فكان الطيران وسيلة للخلاص والسلامة من هذه الحقائق هذا هو درسنا اليوم هذا الفيديو القصير الأفكار الرئيسية والمعاني الجديدة سأضع لكم حلا للفهم والاستيعاب وأيضا المعجم والدلالة وبعد قليل سنرى التركيب والأسليب اللغوية وهي مراجعة وسأقوم معا بمراجعتها في حصة الزوم لأعرف كيف مستوى فهمكم لهذه القواعد يعطيكم العافية